أسبوع فقط يفصل التونسيين عن معرفة مصير دستورهم الجديد المعروض على الاستفتاء في أول اتحان انتخابي للرئيس سعيد خاصة وأنه جهة إصدار الدستور الجديد ورغم أن الأطراف المشاركة كثفت من ناشطتها داخل البلاد بين تجمعات شعبية وبيانات انتخابية وندوات إلا أنها لم ترتقي إلى النسق المطلوب وفق المراقبين الحملة لا تزال باردة رغم وصولها إلى الأمطار الأخيرة وهذا سيؤثر في نسبة الإقبال على الاستفتاء رغم أن النتائج قد تكون غير متوقعة قد تحدث مفاجآت خاصة اعتمادا على الحدة في الحوار بين الترفين ضف حملات الاستفتاء قابله حصن استعداد من قبل هيئة الانتخابات التي أعلنت أن كل الظروف صارت ملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي تم إرسال جميع المواد لقرابة 300 مركز و400 مكتب من أقصى الشرق أستراليا إلى أقصى الغرب بالولايات المتحدة الأمريكية وهذه الشيرة وتعودت به الهيئة ومن الأشياء التي تخلي هيئة الانتخابات وديما قلوها قادرة لوجستيا وفنيا أنها تنظم أي انتخابات سواء دورية أو فجئية في أيام قليلة وضيئة اكتسبناها بالدربة وبالتجربة ويشارك في حملة الاستفتاء على الدستور الجديد 158 طرفا بين أحزاب وجمعيات وأشخاص طبيعيين بينما تضع هيئة الانتخابات آخر لمسات لتأمين إجراء الاستفتاء ظلت الحملات محدودة رغم الارتفاع النسبي في نسقها وسط حالة استقطاب قوية بين الداعمين لمشروع الدستور الجديد والرفضين له وليد عبدالله العربية تونس تونس